ممكن تقول لاشتري بوكا افايف ولا في حاجة احسن في نفس السعر ايه افضل موبايل في فئة الفين جديد? لو سمحت الشاومي نوت سرتين برو بلاس لينزل مصر امتى وهينزل بكام? دول مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة اجاوبة معاك خلال الفيديو ده. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك وتفعلك برشان وصلك منا دايما كل جديد. عايز ان نوصل المية الف. وبرضو لو عندك اي سؤال تحت الفيديو ده على طول في كومنت وتسيب سؤالك لان الاسئلة بتتخذ من على هذه الفيديوهات الاسئلة. وقبل ما ابدأ الفيديو حابب اقول حاجة بس. دي والله العظيم فيديوهات اسئلة. عنوين الفيديوهات دي بتكون من اسئلة كومنتو. بلاقي ناس كتير بتخوش تحت الفيديو في كومنت بتكتب عنوان مضللة انت بتتحكي علينا الكلام ده كله. يا جماعة نركز الله يرضى عليكم ان دي فيديوهات اسئلة. بتكون عنوينها مختلف عن اي فيديوهات تانية. هنا انا باخد كومنت من ضمن الكومنتات اللي كان عليه ضجة كبيرة جدا. باخد عنوان كده زي ما هو. احطه لكم في الفيديو. فياريت يكون تعاملنا مع فيديوهات الاسئلة غير اي فيديوهات تانية. اما دلوقتي خلال الفيش افتح في السلل الفيديو. اهلا وسهلا بكم. انا محمد ودي قرات امك ريفيوز. وخلينا كالعادة نبدأ مع اول سؤال. ايه رأي حضرتك في هاتف انفينيكس هو التوينتي اس التمانية تمانية وعشرين ولا انفينيكس هوت سيرتي. بص انفينيكس هوت توينتي اس يعتبر موبايل ممتاز. هو احسن من الهوت سيرتي في نقطة المعالج. للاسف انفينيكس هوت توينتي اس ما بشوفوش دلوقتي. اللي بشوفو حاليا هو الانفينيكس هوت توينتي. ولو هكرن العادي بالهوت سيرتي فاقولك لا روحات الهوت سيرتي هو صفقة ممتازة. فحاليا المتوفر قدامك واللي موجود الهوت سيرتي. لو الهوت متوفر قدامك وقريب من سعر الهوت سيرتي فخليك في الهوت افضل لك. اما حاليا ما فيش غير الهوت سيرتي ويعتبر صفقة ممتازة في فقات خمس تلاف جنيه دلوقت. يعني لو ما عايز ست تلاف جنيه انهي الافضل هي نسبة وتناسب. لو انا ما عايز ست تلاف جنيه وبفكر في الاداء ويهمني الاداء قوي والالعاب بشكل رئيسي هروح للانفينيكس هوت سيرتي. اما لو انا بدور على فكرة الاعتمادية والسفت ويريد لشكله حلو والمستقر اوي وقوة الشبكات والاستخدامه والالعاب اخر حاجة في اهتماماتيك يبقى رجل من اي انقاطية. ممكن تقول لا اشتري بوك اوف فايف ولا في حاجة احسن في نفس السعر قلتها قبل كده. بوك اوف فايف اشتريه لو انا جيمر اوي اوي. يعني انا راجل جيمر بقى وعايز اقوى اداء. اما لو انتكلم على الكاميرات وكده هو ممتاز ما فيش على اي اعتراض ولكن في فئته حاليا في موبايلات ارخص منه كاميراتها افضل. وتوليفتها افضل واهم حاجة السوفتوير اخف. ومدعوم اكتر لسنين قدام حاجة زي سامسونج وريلمي. ايه رأيك في الريدمي تن ولا ريدمي نوت تن? وايه احسن سعر اشتريه? اولا ريدمي نوت تن مش موجود دلوقتي. هو لو موجود ان يكون افضل طبعا من الريدمي تن لكن اللي انا بشوفه قدامي الريدمي تن دلوقتي فعلا موجود بخمسة تلاف جنيه للنسخة اللي اربعة اربعة وستين وشايفه صفقة اعتبر كويسة دلوقتي في سعره. ايه افضل موبايل في فئة الفين جديد? لأ صعب دلوقتي الفين ده مفيش حاليا ممكن نتكلم في اربعة خمسة لكن الفين دي ما عديدش موجودة دلوقتي في السوق المصري في الظروف اللي احنا فيها. لو سمحت الشاومي نوت سرتين برو بلاس ينزل مصري امتى? وهينزل بكام? اتوقع وبما يرضي الله ان ريدمي نوت سرتين برو بلاس هينزل مصر في السنة الجديدة ده اولا. ثانيا هينزل بشكل غير رسمي. ده مان دولي مش محلي. سالسا وده الاهم ما يكون سعره مبلغ فيه. لو مش مصدقني بص على ريدمي نوت اليفن برو بلاس. بص على ريدمي نوت اولف برو بلاس. وبص اسعارهم كانت عاملة ازاي? وما زالت لحد الوقت عاملة ازاي. ريلمي سي تلاتة وخمسين ولا سامسونج اربعتاشر واي تلاتاشر? انا الرأي ومن وجهة نظري ايه هختال السامسونج اربعتاشر? هتسألني ليه? هقول لك عشان الدعم والكاميرا. السامسونج كاميرته افضل وارخص. الريلمي سي تلاتة وخمسين سعره غالي شوية. ممكن اسيب كل دول وراحل الريلمي سي خمسة وخمسين. هو ده فعلا اللي افضل بفرق كبير. انهي افضل اداء العام? سامسونج اربعة وعشرين ولا ريلمي ناين برو? ريلمي ناين برو. افضل في اداء الالعاب. قداني استخدام شعرين وحالة ممتازة معاكل اللي حاجته باربعتاشر ونص ارا يكفي وفي حاجة احسن منه بالنفس السعر ولا لا? هو لو حال قويسة قوي وانت ضامن للشخص ده فاقول لك ماشي اربعتاشر ونص قويس جدا في السعر ده دلوقتي بس انت ممكن تزود الف ونص ولا حاجة ونجيبه جديد لو انت مش ضامن للشخص. بس اما حاجة انك تبقى ضامن اللي هتشتري منه. بس كده. اوبو اي تمانية وخمسين ولا اوبو اي تمانية وتلاتين? وليه? حضرتك اقدرون يلد علي عشان اشتريه بكرة وحضرتك مش بيجيب سيرة اوبو كتير لي. والله العظيم اوبو ما بتقدم كله قبل ساعة. اهم الموبايل من اوبو انا شفته السنة دي كويس هو اوبو اي تمانية وسبعين من سلسلة الايه? لكن اي تمانية وخمسين واي تمانية وتلاتين حرم اقول لحد اشتريه والله ما يستاهل اي مبلغ يدفع فيه. عايز موبايل في معالك كويس للجيمس التقيل او الكاميرا كويس او طبعا زي كنا متن ستة وخمسين وتمانية رام وعال حاجة في حدود التباتاشر خمسمائة. والافضل بوكو ايكس فايف برو ولن اوبو فايند اكس فايف ولن ريلمي نيفن برو بلاس. اولا ريلمي نيفن برو بلاس والاوبو سعرهم ستاشر وصمعتاشر. فانت لو بتتكلم في حدود التاشر وروس افضل موبايل دلوقتي والبوكو ايكس فايف برو. في كل الحاجة اللي انت طلبتها. لو سمحت محترة جدا ما بين شاومي سرتين والشاومي سرتين تي برو. هيهم افضل بالاداء والكاميرا. وسعرهم متقارب جدا حاليا بالامارات شكرا جزيلا. شاومي سرتين العادي. لو هو ده مش في هاتي سرتين بس. هو ده افضل من السرتين تي برو. من وجهة لوزري. ريدمي نوت تويلف اس. ريلمي ناين دول انا اختار وش ريلمي ناين برو. مفيش اي تفكير هنا. يا باشا رد علي. انا اجيب تليفون ضروري انه هارده ترد علي. اجيب تليفون سامسونج اربعة وتلاتين ولا اوبو رينو اي تي فايف جي. على فكرة الاتنين ممتازين. بس فكرة السعر اللي بتخلينا اختار واحد عن التاني. يعني السامسونج ارخص بحوالي الف جنيه فانا هروح له الصراحة. لكن لو الاتنين نفس السعر انا اختاري ال اوب. اوبو اي تمانية وتسعين فايف جي. ولا رينو اي تي? طيب رينو اتي اي فور جي. لو رينو اوي تي فور جي هختارو. ولو رينو ا بت تي فور جي برض اختارو. بصراحه ما حبيدش ال اوبو اي تمانية وتسعين خالص. رأيك? في ال اوبو اي تمانية وتسعين فايف جي كاميراته حلوة? هو كاميرا اcionesية واحدة اصلا. ما فوش كاميرا الاهزة اولا. ثانيا المعانق كويس وكل حاجة. ماز في موبال زي رينو اي تي فور جي كاميرته افضل. في موبايل زي السامسونج اربعة وتلاتين كاميرته افضل. في حاجة زي الريلم كاميرته افضل. في اوبورينو اي تي فايف جي كاميرته برضو افضل. فليه ايه تامينية وتسعين بالتحديد? انا مش عارف ليه الناس رايحة للموبايل ده? يا هندسة ايه رأيك في يستهل الستاشر سبعمية وانه يكون موبايل استحمل ويعيش سنين في ظل التطورات اللي بنعيشها ولا ده ضعيف لانه محتاج كاميرا والمعالج بطارية او سرعة شهر. والله الموبايل كويس. ويعيش فعلا لسنين لان المعالج اللي فيه ممتاز والموبايل ده توليفة جدا في فقات ستاشر الف جنيه حاليا. ده احسن موبايل انا شفتك من اوبو كتوليفة في الفقه المتوسطة. نقطة ومن اول السطر. كم سعر اربع وعشرين من سامسونج الان? الوقت حاليا وقت تصوير الفيديو ده سعره سبعة ربعمية عليه عرض بمناسبة يوم حداشر حداشر. اه يعاني بها الفيديو ده ينزل لك امتى? لو سمحت عايزة تلفون اوبو في حدود عشر تلاف ويكون كويس من ناحية كل شيء. بليس يرد علي اوبو رينو اي تي فور جي. بفيش غيره. لو سمحت انا عايز اجيب السامسونج اربع وخمسين. بس خط من موضوع السخونة. قال التلفون بيسخن جامد من اهل استعماله. شكرا لحضرتك الموبايل بيت فمش بيسخن مبدأيا. ولو بيسخن فهو بيسخن في الطبيعي. انا ما ما شفتش فكرة السخونة عالية اوفر والكلام ده كله في الموبايل كويس. ولو عايز تجيبه اهل ما حاجة انك ما تكونش جايمر. الاربع وعشرين لو الشخص اللي عنده مشكلة في الشاشة. احب اقول له في الاستطوع التلقاء لو مش هجله واستعمال التلفون يشتغل معك زي الفون ودي مشكلة في التلفون بشكل عام بس بصراحة وصدر الكيمية اللي بيقدمها تعدي. اي تلفون في الكوكو في دي حاجة طبيعية. هتقلل الاضاءة الكلام ده برضو لو وجهت كاميرا عليه هتلاقي الفلكر بس النسبة حفيفة. الفلكر بيقل شوية ولكن مش بينتهي لان ما فيش موبايل بينهي. نقطة الفلكر زي الموبايل واحد في مصر. هو الاونر ناينتي. ايه رأيك في التكنو بوفا فايف? اقوى موبايل اقتصادي بس مش في مصر. بجد مش في مصر. سؤال مهم عشان عايز اعرف. ما وعد نزول الانفينيكس جي تين برو في مصر عشان اشتريه واش رأيك فيه? انا رأي ان الموبايل قوي وممتاز وانا اشتريه على الموبايل ده جدا بس هو ينزل مصر. انا مش عارف الموبايل انزل امتى? لان ما فيش قرار اصلا مش بان الموبايل هيجي امتى في مصر. هي دي كل المشكلة. ما تنساش لايك اك سبسكرايب اك ارائي اوف عالنا دراسة اني وصلك منا دايما كل جديد. وكالعادة تنتظر من الفيديو جديد. السلام.